اشتركوا في القناة سنخصصه لتدارس موضوع اليابان باعتبارها قوة تكنولوجية أقول قوة تكنولوجية لأننا سنركز على إبراز كيف تتمكن اليابان من استعمال التكنولوجيا العالية في تأكيد قوتها الاقتصادية في مقدمة درسنا ننطلق من الصورة التي تبين أن اليابان تنتج مواد إلكترونية بامتياز بحيث يكفي أن ننظر في محيطنا لنكتشف أن اليابان حاضر بقوة في مختلف الإنتاجات الإلكترونية والإعلامية التي تحيط بنا فهي إذن قوة تنافس أكبر القوى العالمية في عدد من المجالات بفعل اعتمادها الكبير على التكنولوجيا العالية أسئلتنا إذن ما هي مظاهر هذه القوى التكنولوجية وهذا سؤال وصفي ما هي العوامل التي تفسر هذا التقدم التكنولوجي وهذا سؤال تفسيري وبذلك نكون في منهجية الجغرافية التي تقوم على الوصفي والتفسير واستخلاص بعض النتائج والاستنتاجات إذن أنشطة تعلمنا في هذا الدرس نشاط سنخصصه للتعريف بدولة اليابان ونشاط لوصفي مظاهر القوى التكنولوجية اليابانية ونشاط ثالث سنخصصه للعوامل التي تفسر القوى التكنولوجية اليابانية نبدأ ببطاقة تعريفية لهذا العملاق التكنولوجي أي اليابان اليابان كما تلاحظون من خلال الخريطة التي نسعى من خلال إبراز موقع الجغرافي لدولة اليابان هي دولة ذات حجم جغرافي صغير توجد في شرق آسيا وهي عبارة كما تلاحظون عن أرخابيل أغشيبال بمعنى مجموعة جزر هناك حوالي 30 ألف جزيرة أو مجموعة من الألاف ديال الجزر ولكن أكبر هذه الجزر هي جزيرة هكيدو كما تلاحظون في الخريطة في الشمال وفي الوسط هناك جزيرة أكبر حجما من سابقتها وهي جزيرة هونشو ثم في الجنوب هناك شيكوكو وكيوشو هذه الجزر الأربعة هي التي تعودنا على التعامل معها عندما ندرس اليابان ككيان جغرافي وهناك كما تلاحظون مجموعة أخرى من الجزر كجزيرة أكيناوا، ساكيشيما، سينكوكو، دايتو، أغاساوارا إلى غير ذلك إذن هناك آلاف من الجزر ولكن الجزر التي تشكل الجسم الياباني هي الأربعة المشار إليها في الخريطة من الناحية السياسية اليابان نظامها السياسي نظام إمبراطوري ديمقراطي من الناحية الاقتصادية تنهج منهجا رأس ماليا ليبراليا لكن مع توجيه من طرف الدولة العملة اليابانية التي هي من أقوى العملات في السوق المالي العالمي هي الياباني العاصمة كما تلاحظون في الخريطة هي توكيو الساكنة اليابانية تقدر ب127 مليون نسامة المساحة 378 ألف كيلومتر مربح إذن اليابان قزم جغرافي ولكن عملاق اقتصادي وأهميته الاقتصادية وقوته الاقتصادية ترجع بالضرورة إلى اعتماده على التكنولوجيا العالية إذن إذا أردنا أن نجمع هذه النقاط التي تمكننا من استخلاصها من خلال البطاقة التعريفية لليابان يمكن لك أن تكتب فقرة بسيطة مصغرة تقول فيها مثلا تقع اليابان بشرق قرة آسيا هي عبارة عن أرخبيل مجموعة جزر كبرى هي أربعة هونشو هوكايدو شيكوكو وكيوشو عاصمة هذا البلد هي توكيو عملته هي الياب ساكنته حوالي 127 مليون نسامة مساحته لا تتعدى 378 ألف كيلومتر مربح ولكنه بلد مفتوح على البحر من جميع الجهات ننتقل إلى السؤال الأول الأساسي في إشكالية درسنا وهي أين تتجلى مظاهر القوة التكنولوجية لليابان بطبيعة الحال عندما نريد أن نستخلص هذه القوة التكنولوجية ونصفها يجب أن نقرأها ونحن نحلل تركيبة الاقتصاد لياباني وأول قطاع يستأتر بالحضور القوي للتكنولوجية العالية هو القطاع الصناعي ونبدأ به القوة الصناعية لها وزن كبير في الاقتصاد الياباني نبدأ بهذا الجدول الذي يعطي بعض الأمثلة الفولاد كنوع صناعي تحتل فيه اليابان المرتبة جوج عالمية السيارات والقطاع الميكانيكي بشكل عام اليابان متفوق فيه وتحتل الصدارة العالمية الإلكترونيك المنزلي تحتل فيه اليابان كما هو مبين في الجدول الصدارة العالمية المعلوميات الدقيقة كذلك تحتل فيها اليابان الجوج مرتبة جوج عالميا بتغطية تصل إلى 30% من الإنتاج العالمي هذه مؤشرات إحصائية تبين أن اليابان قوة صناعية كبيرة في العالم ولكن ميزتها أنها تشتهر بالصناعات المتطورة والصناعة الإلكترونية بالدرجة الأولى وتلاحظون الصور التي أمامنا كلها تؤشر على أن اليابان قوة تكنولوجية بامتياز وتفوقها التكنولوجي يتجلى أساساً في القطاع الصناعي المتنوع وخاصة الصناعات العالية التكنولوجية كما تلاحظون كالصناعة الطائرات صناعة الساعات صناعة الكاميرات صناعة الهواتف القالاء صناعة الحواسيب إلى غدا كده كل ما هو متطور تكنولوجيا نجد اليابان في الصدارة مؤشر آخر ولكن من خلال المجال يبين أن الصناعة اليابانية تتموزع مجاليا من خلال تجمعات كبرى تسمى الميغالوبول وهذه المجالات الصناعية الكبرى كما تلاحظون في الخارطة نجدها في الجنوب الغربي عبارة عن حزام من الأقطاب الصناعية المعروفة بمصطلح الميغالوبول وتلاحظون أنها تبدأ من طوكيو العاصمة وتنتشر على الحزام الجنوبي الغربي أي في الجزر الجنوبية الغربية جزيرة شيكوكو وجزيرة كيوشو إذن هذا حزام من المجمعات والأقطاب الصناعي الكبرى تؤشر على أن اليابان عملاق صناعي وعملاق تكنولوجي بالدرجة الأولى إذن الجنوب الياباني هو الذي تتمركز فيه الأقطاب الصناعية الصورة التي أمامنا ونحن دائما بصدد إبراز تجليات القوة التكنولوجية في القطاع الصناعي اليابان بلد كما رأينا في موقعه الجغرافي بلد قزم جغرافي ليس له المجال الكبير ومفتوح على البحر من جميع الجهات وربحا من اليابان للمجال تمكنت من أن تستغل المصطحات البحرية وتنشئ فيها مجمعات صناعية وموانئ والذي مكنها من ذلك هو القوة التكنولوجية إذن هذه الصورة تبيل لنا بعض المنشآت الصناعية والتجارية التي تم تأسيسها على حساب المصطحات البحرية The Platform باللغة الفرنسية وهي مظهر آخر من مظاهر القوة التكنولوجية لدى هذا البلد المحدود إمكانية جغرافية وبالتالي يلجأ إلى استغلال البحر الذي يحط به من جميع الجهات إذن مؤشر جديد يدل على القوة الصناعية وبالتالي على القوة التكنولوجية نجده في قطاع المواصلات بحيث أن اليابان تتوفر على شبكة كتيفة من المواصلات الداخلية والخارجية وهي أيضا من أسس التفوق الصناعي وتفوق الصناعي لليابان في ارتباط ببنية المواصلات يعود بنا إلى أهمية العنصر التكنولوجي في ذلك نتابع من خلال الخارجة التي أمامنا بحيث أن اليابان تتوفر على شبكة قوية وكتيفة من الطرق السيارة توطيت قريبا المجال الياباني تتوفر كذلك على قطارات سريعة جدا وهذا بطبيعة الحال اليابان معروفة بتفوقها في القطاع السريع تجفة دي اليابان ترين أغراند فيتاس دي اليابان ثم شبكة من الموانئ الضخمة والكبرى وأيضا شبكة من المطارات الكبرى بالإضافة إلى الانفتاح الياباني على الخارج من خلال الواجهات الاستراضي والتصدير هذه الخريطة التي أمامكم تعكس بجلاء أن المواصلات الداخلية والخارجية هي من أسس التفوق الصناعي لليابان وأيضا التفوق التجاري لليابان وكل ذلك بفضل استثمار الياباني في مجال التكنولوجيا الحديثة والعالية والمتطورة إذن هناك مواصلة داخلية كتيفة عالية الجودة تعتمد القناطر والأنفاق بخطوط القطارات السريعة مواصلة خارجية كذلك تعتمد على الموانئ والمطارات لاحظوا معي الصورة المزدوجة هنا وهي تبين لكم أن اليابان تعتمد على أحدث وسائل النقل للربط بين مناطقها ولانفتاحها على الخارج تلاحظون القطار السريع تلاحظون القناطر المعلقات تلاحظون الطرق السيارة كل هذا يبين أن التكنولوجيا اليابانية سمحت لهذا البلد من أن يتحتى الإكراهات الجغرافية وأن يقفز على الضغط والإكراهات الجغرافية ويؤسس قاعدة اقتصادية متينة تؤهله لمنافسة القوى الكبرى في العالم وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمر لا يكتفي فقط عند الوقوف على تمظهورات التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي بل هناك توظيف واستعمال للتكنولوجيا أيضا حتى في قطاعات أخرى وسنقف على القطاع الفلاحي الذي يشكل قطاعا تانويا بالنسبة للاقتصاد اليابان ولكنه يعكس أيضا تفوق التكنولوجيا هذا البلد فرغم قلة السهول فإن اليابان تهتم بالنشاط الفلاحي ومن مؤشرات ذلك أن الزراعة الأورز مثلا وهي الزراعة الأساسية في اليابان تحتل فيها إنتاجها اليابان المرتبة متقدمة للمرتبة التاسعة عالميا وكذلك المرتبة السابعة في إنتاج الشاي وهما منتجان أساسيان بالنسبة لليابان بلد عنده ضغط طبيعي وليست له أراضي كبيرة صالحة لاستغلال ومع ذلك فهو يتفوق فلاحيا أيضا ومرض هذا التفوق يمكن أن نجده من خلال توظيف التكنولوجيا والطرق الحديثة في المجال الفلاحي نلاحظ مثلا الصورة تلاحظون هذه الزراعة مقطات وهدة الطرق أيضا زراعة شتلات الأورز وهو بطبيعة الحل منتج الرئيسي في اليابان تلاحظون التكنولوجيا تتكيف مع الوضع الطبيعي والجغرافي نفس الشيء بالنسبة للصورات الجرارات الصغيرة الحجم لأن ضيق المجال الزراعي يحتم على اليابان أن تصنع جرارات تتكيف مع صغر حجم المستغلات وهذه التكنولوجيا اليابانية استطاعت أن تتكيف مع إرغامات الوساط الجغرافي وتنجح في تحقيق قوة فلاحية من خلال احتلال مراتب متقدمة في الإنتاج الفلاحي إذن كخلاصة ماذا نستخلص في هذا التحليل الوصفي لمظاهر القوة التكنولوجية اليابان تتعدد مظاهر قوة التكنولوجيا من خلال استعمالات مختلفة هناك الصناعة العالية التكنولوجية هناك بنية متطورة في وسائل الربط الداخلي والخارجي وهناك استعمال التكنولوجيا العالية في قطاع الفلاحي بطبيعة الحال هناك استعمالات أخرى يمكن لك أن تعود إليها من خلال تفحص الكتب المدرسية والاطلاع على استعمالات أخرى تبرز المكان المتقدمة لليابان بالنسبة للاستعمال التكنولوجيا المتطورة الآن ننتقل بعد السؤال الوصف إلى سؤال التفسير ما هي العوامل التي تساعد اليابان على تحقيق هذا التفوق التكنولوجي إذن نبدأ بالمؤهلات البشرية المؤهلات البشرية اليابان بلد يستطمر في موارده البشرية ويهتم بتكوين العنصر البشرية فمثلا نسبة المتعلمين في اليابان هي 99% وبالتالي التكوين البشرية عنصر أساسي في تفسير التفوق الاقتصادي والتكنولوجي لليابان من المؤشرات التي تبين على أن العنصر البشرية مؤهل بكيفية متقدمة في اليابان مثلا عدد الجرائد المسحوبة لكل ألف شخص 580 يعني 58% عدد المنخارطين في الأنترنت والأنترنت الإيجابي الذي يفيد في تكوين العنصر البشرية 73 بالنسبة لكل ألف شخص وتلاحظون الصورة شابان يابانيان منها مكاني في القراءة والبحث وبالتالي في التكوين المستمر الذي يؤهلهما للإنتاج والإبداع في تقديم خدمات للاقتصاد الياباني المبيان الذي أمامنا يبين نسبة الاستثمار من النتيج الداخلي في البحث والتطور التقني وتلاحظون أن اليابان وهو العمود الأحمر الذي يمتل في هذا المبيان تتفوق على كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بمعنى أنها تتفوق على الدول القوية في العالم في مجال الاستثمار في النتيج الداخلي في البحث بحيث أنها تصير إلى 3% 3% من النتيج الداخلي يستثمر في البحث وفي التطور التكنولوجي كذلك عن مستوى المجال الخريطة التي أمامنا تبين أن هناك مجمعات تكنولوجية ومراكز البحث التقني منتشرة في التراب الياباني وهذه المجمعات بطبيعة الحال تعكس القوة اليابانية وأن هناك اهتمام بالبحث التكنولوجي وهذه المجمعات تلاحظون أنها تنتشر في التراب الياباني وشبكة كتفة من هذه المجمعات هي دليل قاطع لأن اليابان قوة تكنولوجيا إذن في جزيرة هونشو كما تلاحظون وجزيرة كيوشو وشيكوكو هناك مجمعات تكنولوجية ومراكز بحثين علمي وتقني تساعد على التطور التكنولوجي وخاصة في القطع الصناعي أيضا مؤشر آخر على القوة اليابانية من منظور تكنولوجي وهي قيمة الواردات وكذلك قيمة الصادرات بمعنى البنية للتجارة الخارجية لليابان يمكن أن نستشف منها بعض المؤشرات التي تدل على القوة التكنولوجية اليابانية فتلاحظون أن الصادرات مثلا أن 48% مما تصدر اليابان هو عبارة كما تلاحظون في المبيان عن آلات وتجهيزات نضيف إليها تجهيزة النقل بـ 27% وهذه جوجة المواد التي تحتاج إلى التكنولوجيا عالية وبالتالي الصادرات اليابانية هي أيضا تعكس القوة التكنولوجية لليابان إذن هذا بطبيعة الحال مؤشر تجاري ولكنه يساعدنا في فهم لماذا نعتبر اليابان قوة تكنولوجية وتمييزها التكنولوجي يجعل منها قوة من القوى التي تتنافس على الرياضة العالمية وتحكم في المجال العالمي إذن تنهج اليابان سياسة لانفتاح على العالم لجلب حاجيتها خاصة من المعادن ومصادر الطاقة وتصدير فائد الإنتاج الصناعي بالدرجة الأولى هذا إذن مؤشر آخر وهو الانفتاح والتبادل التجاري مع العالم الذي يهكس القوى اليابانية ماذا نستخلص من هذا السؤال التفسيري أي سؤال العوامل التي تفسر القوى التكنولوجية اليابان هناك عوامل عديدة تفسر القوى التكنولوجية اليابان العامل الأول هو تأهي العنصر البشاري مجتمع متعلم يعتمد أحدث الطرق التقنية في حياته اليومية الاستثمار في البحث العلمي يحظى بأهمية كبيرة لدى سانع القرار في اليابان وبالتالي عندما نطل على خريطة المجمعات التكنولوجية في اليابان نجدها كثيرة جدا في شكل شبكة كثيفة من هذه المجمعات وهذا دليل على الاستثمار الياباني في البحث التكنولوجي والعلمي أيضا اليابان محكوم عليه بالانفتاح على العالم الخارجي وبالتالي هذا الانفتاح يتطلب منه أن يطور قدراته التكنولوجية ليتمكن من الحصول على مجالات لتسويق فائده الإنتاجي وأيضا لإبراز مكانته في خريطة المجال العالمي ليكون في مستوى منافسة القوى التي تتحكم في العالم ويعني الأمر الولايات المتحدة من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية وكذلك الجار الصيني الذي يشكل قوة صاعدة بإمكانها أن تفعل بالخريطة المجال العالمي أن تغيرها وأن تحتم على هذه الدول مراجعة مواقعها داخل هذه الخريطة إذن هذه هي العوامل التي تفسر لنا هذا التفوق الياباني أدعوك في نهاية هذه الحلقة إلى أن تتعامل مع التمارين التي توجد في الكتب المدرسية من منظور أنك تفسر القوة التكنولوجية لليابان وتكتب فقرة تلخص فيها الإجابة على سؤالين سؤال وصفي أين تتجلى القوة التكنولوجية لليابان وسؤال تفسيري ما هي العوامل التي تفسر هذه القوة أشكرك إذن على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد بحول الله اشتركوا في القناة